بالمناسبة كمان عايزين نعرفكم على خبر مفرح استجد المنتخب الوليمفي تأهل بالامس لنصف نهائي بطولة الامم الافريقية تحت سن 23 سنة بعد ما فاز على نظيره الجابوني بهدفين دون لد بالنتيجة دي بيكون تأهل المنتخب الوليمفي في صدارة المجموعة التانية برصيد 7 نقاط ورا على طول منتخب مالي برصيد 6 نقاط بينما يودع منتخب النيجر هذه البطولة والذي يملك 4 نقاط فقط طبعا بتفكر حضراتكم أن أول 3 مراكز في هذه البطولة بيتأهل أصحابها لأوليمبياد باريس 20-24 بص المباراة مبارح أنا تبعت جزء منها كبير يعني تحديدا الشوت الأول وجزء من الشوت الثاني الشوت الأول كان كارثي كان كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى وكان حتى المعلقين المختلفين قالك يا كريم شوت للنسيان شوت أول للنسيان لأنه هو كان فعلا سيء جدا بس اللي يعجبك بقى أن أنت أدائك كان كده في الشوت الأول لزلت الشوت الثاني عملت أدائه مختلف تماما فده اندل على شيء يدل على قوة يدل على تركيز على حاجات كتيرة اللي يعجبني أكتر بقى لو شفت الأداء الحين وده في الشوتين ما هي دي بقى النقطة أنا كنت عايز أتكلم فيها لأن ليه نتعب ليه الجماهير تتعب في الشوت الأول ليه أنت تحط نفسك في ضغط للشوت الثاني بصراحة لأ يعني برضو فكرة أن أنا ألعب شوت وحش قوي وبعد كده ألعب شوت كويس جدا وبرضو يتخذ في الاعتبار برضو أنت بتلعب مين عارف لو أنت شفت يشوت مش على مزاجك أو بس أنت بتلعب فيه أو من خلاله منتخب قوي طبعا كل الاحترام للفرق المتنافسة هو الجهول ما كانش أفهم المالي بس مالي إحنا فوزنا فيها بس برضو كانت مباراة صعبة كانت مباراة صعبة جدا يعني على كل حال سعداء بالنتيجة خلينا نتكلم في العموم إحنا سعداء بالنتيجة ما تم تحقيقه على الأرض من أرقام لكن أداء ولعب نتمنى الأفضل للمنتخب الأولمبي اللي هنما يستحقوا وإحنا كجماهير مصرية نستحق أفضل من ذلك وحنرجع تاني لأصل يمكن مش هقول مشكلة بس أصل القصة أو الموضوع أنت عندك منتخب أولمبي مفروض يكون اللعيبة بتاعتك كلها من الفرق أو الفريق الأول للأندية المختلفة بس المعظم منهم ما بيلعبش يا كريم هو متواجد لكن ما بيلعبش نتمنى يكون فيه لعب فيه مشاركات أكتر ليهم لأن المنتخب الأولمبي ده لازم يكون عنده من الخبرات الكتيرة جدا للتأهله بسهولة بعد كده أنه هو يبقى فيه الأولمبيات المختلفة نتمنى ذلك ربما حينعكس بشكل إيجابي أكيد على المنتخب وعلى النتائج